نروح نتابع دلوقتي من مقار جريدة الجمهورية مع مرسلتنا العزيزة مريم سميح عشان نشوف أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع وهيكون معاها كمان الأستاذ حسام الغرباوي الناقض الرياضي مريم سباح خير عليكي وسباح خير على أستاذ حسام نرحب بي كنتم الاثنين وأكيد كلنا سمعينكم معاك منشطات مهمة يمكن برضو أبرزها منتخب الفرعنة للتفوق على السودان في تاريخ مواجهات أمم إفريقيا أعتقد ذي حاجة برضو تهمنا بمناسبة المطش النهاردة فضال يا مريم صبح عليك يا نهواند وصبح على كل مشاهد قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقار جريدة الجمهورية والعنوان اللي هتكون معنا النهاردة فيه جولتنا الصحفية وأولها العنوان اللي انت ذكرت يا نهواند من اليوم السابع منتخب الفرعنة يتفوق على السودان في تاريخ مواجهات أمم إفريقيا ومن صحيفة الشرق الأوسط السنغال وغينيا إلى الأدوار الإقصائية على حساب ملوي وزمبابوي ومن الجمهورية أونلاين جورديولا يسعى للتعاقد مع مهاجم تاتنام ومن موقع كورة العنوان الأخير معنا باريس يرفض عردين لفينالدوم طبعا هيكون معنا لمناقشة كل هذه العنوين الأستاذة حسام الغربوي اللي بينوارنا ويشرفنا دايما على شاشة قناة ندي الأهلي بنصبح عليك وعش الصبح في الآن أهلا وسهلا صباح الخير على حضرتك وعلى زميلة نهواند في الستوديو طبعا مهم جدا نحن نبدأ بمباراة النهاردة يعني يمكن الجولة الأخيرة في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا مصر والسودان يمكن اتواجهوا أكثر من مرة وتحديدا في أربع مواجهات يمكن فاز منتخبنا فيه تلات مواجهات وتعدلنا فيه مواجهة واحدة فقط ويمكن كان فيه مواجهة المنتخب قدر أنه يحقق فيها سكور كبير بنتيجة 5-0 هل هذا التاريخ بيشفع لمنتخبنا أنه هو يتأهل النهاردة لدور الستاشر بشكل مباشر ولا ممكن يكون فيه كلام خاصة أن منتخب السودان لسه كنا بنكلم أنه كراش فوج أنه هو فيه عناصر كتير أو مميزة طبعا إحنا تاريخ مصر شيء طبعا أنه بقى دافع معناوي كبير لمباراة النهاردة ولكن طبعا المستطيل ما بيعرفش غير الاجتهاد والفريق اللي هيقرأ المنافس اللي قدامه بشكل جيد الكرة التوارد كتير أكيد السودان دلوقتي غير السنين اللي فاتت وده اللي أكد عليك روش فيه تدريبه الأخير أمس على اللعبين أنه المفروض أنهما ما يبصوش لدور الستاشر إحنا هنقابل مين أولا يحصل إحنا نركز في هذه المباراة وإزاي نحن نديرها بشكل قوي خاصة إحنا عندنا بعض الغيبات زي أكرم توفيق وفتوح والوينشع للإصابة طبعا هبقى فيه مفضلة بين محمد عبد المنعم وي محمود علاء للمشاركة وهو ده اللي إحنا لازم ناخد بالنا منه كويس جدا بعيدا عن الموجهات السابقة وتفوقنا على السودان إحنا شوفنا كنا طول عمر مصر هي زي ما يقولون كده كعب عالي في أفريقيا وبدليل طبعا إنجازتنا إحنا الفريق الوحيد اللي خد البطولة العديد من المرات ولكن دلوقتي بعد التطور والاحتراف الكبير لجميع المنتخبات أصبح هناك قوة ومنافسة شي ده جدو ده إحنا شوفناها في نيجيريا والصعوبة اللي إحنا حتى أبينها مع غنية بساول ولا طبعا هدف محمد صلاح كانت الدنيا هتتقزم جدا لذلك لأن إحنا لازم ناخد بالنا إنه ممكن المنتخب السوداني أكيد عايز يظهر عايز يثبت نفسه أمام منتخب مصر فممكن يلعب بقوة والسبسال كبير فإحنا إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الواطن شرط التركيز في الملعب والقراءة الصحيحة والتشكيل الجيد إن شاء الله فكل التوفيق لمنتخبنا الواطن إن شاء الله يمكن برضو إحنا مستمرين في تصفيات كأس أمم أفريقيا الحقيقة سنغال حسمت تأهلها لدور الستاشر غينيا بيساو كمان يمكن كل الناس مستنية أن هي يعني يكون لها مفاجأة أمام نيجيريا وتتأهل أيضا لدور الستاشر ويعني يتحقق معادلة صعبة بالفوز على نيجيريا طبعا إحنا طبعا هنخش في أجواء المباريات الإقصائية الصعبة ومين اللي هيتأهل ومين مش هيتأهل وطبعا إحنا لقينا السنغال قدرت رغم أن هي تعادلت مع ملاوي بدون أهداف دي منحة غينيا أن هي تتأهل معها وده هيدي وطبعا بالشكل ده أن هم طبعا نتأهلوا لدور الستاشر بشكل كوي وإن شاء الله أنا متأكل أدوار إقصائية هتبقى قوية جدا جدا وإحنا بنتمنى طبعا ده وفي نفس الوقت نتمنى أن مصر فعلا نهارده إن شاء الله تفوز بشكل كوي كلنا ملامح بينها تطمن المصريين لأن الأدوار الإقصائية تبقى صعبة جدا للغاية فلازم يبقى التشكيل خلاص تم تثبيته بشكل قوي بشكل فيه ثقة عشان يدي ثقة للمشجعين المصريين وإن شاء الله بإذن الله نفوز بالبطولة بإذن الله ننتقل بقى يمكن للبريمير ليج والتعاقدات والمركات وكمان يمكن منشاستر سيتي بيسعى أن هو يتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنام ده طبعا بناء على رغبة جوارديولا هو محتاج أن هو يكون عنده تدعيم في خط الهجوم وأن يكون هذه الصفقة خلال المركاتو الصيفي المقبل شايف ممكن تكون الصفقة دي إزاي أو تدعم صفوف الفريق بشكل عامل إزاي طبعا دي بشيء طبيعي إن إحنا كل عام بيبقى كل فريق عايز يدعم صفوف بدماء جديدة من اللاعبين المتميزين ولكن طبعا جردولا شايف إن كين مش مكانش على المستوى المطلوب خاصة من بداية الموسم في خلال تسع مباريات لم يحرز غير هدف واحد ولكنه في آخر أربع مبارات قدر إن هو يحقق ثلاث أهداف أو يشارك بشكل قوي يعود كورقة ربحة فطبعا دي أكيد هيبقى منشستر شايف فيه النجم اللي هو عايزه في المرحلة القادمة دي طبعا بتختلف من مدير فني لمدير فني ولكن هي دي حل كرة القدم ورغبة كل منتخب في البحث عن لاعب متميز وإن شاء الله كل التوفيق يعني بإذن الله لهاركي لو هنتكلم عن عنواننا الأخير يمكن لاعب وسط باريس سان جرمان طبعا جودينيو فينالدوم يعني مرشح للرحيل عن النادي يمكن بعد أشهر قليلة جدا من انضمامه للفريق يمكن التقرير كان بيتكلم عن أن فينالدوم مش بيشعر بالانسجام مع الفريق وهو اللي ممكن يؤدي إلى رحيله خلال الأيام المقبلة طبعا ده هتوقف على المدير الفني للفريق بتاعه طبعا أكيد هم أكيد هعودوا يعني ما فيش لاعب بيتم ضمه لفريق معان إلا إذا كان لدور أو المدير الفني محتاجه فعلا وإلا إذا غير ذلك فهو هيبقى فيه رغبة أنه هو يدفعه للرحيل ولكن ده طبعا هيبان في الأيام اللي جاية من يوكاسل وفريق اللاعب خاصة اللاعب من حالة نفسية بتاعته دي مش هي دي الأساس ولكن يوكاسل طبعا عشان عارف اللاعب كويس عارف إمكانياته خاد معاه موسم كامل 2015-2016 أحرص فعل عديد من الأهداف وشارك فيه أربعين مباراة طبعا عارفينه كويس فشيء طبعا أنه هم يسعوا وراه هتوقف بقى على الجانب الآخر هل هو فعلا في احتياج لللاعب فهيتمسك به أم سيتركه لنيوكاسل كوافد جديد أو طبعا مش جديد بما أنه كان متواجد في الفريق قبل كده ده هتوقف على المدير الفني سيد حسام دايما بتنوارنا وتشرفتنا شكرا لحراتك جدا شكرا جزيلا شكرا نهوان دي كانت تجولتنا الصحفية ومنقشة لكافة العنوين الصادرة أو أهم العنوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر جريدة الجمهورية بشكورت جدا كلمة لكي مرة أخرى أنا اللي بشكورت جدا على التغطية الرائعة دي يا ماري شكرا لك جدا وشكرا للأستاذ حسام